أو أن لا نحن سندافع عن كل ظرة تراب في فلسطين سندافع عن المخيم وسندافع عن القرية وسندافع عن المدينة وسندافع عن كل الشعب الفلسطيني سندافع عن القدس وهذا يعني رغم كل التضحيات رغم كل التضحيات الجسام التي يقدمها الشعب الفلسطيني صدقيني أخت العزيزة إلا أنه فخور 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 بما يقدم من تضحيات من أجل أعدى القضية في العالم وهل هناك أعدل من قضية القدس هل هناك أعدل من قضية القدس وفلسطين قضية القدس التي هي قضية 2 مليار مسلم صحيح أن الشعب الفلسطيني وحده اليوم ينوب عن هذه المليارات ولكنه يفتخر بأنه يؤدي هذا الدور نيابة عن كل الأم العربية والإسلامية القدس طبعا مش للشعب الفلسطيني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله إذن المسجد الأقصى هو لكل الأم العربية والإسلامية وبالتالي بل لكل العالم وبالتالي مطلوب من العالم كله أن يدافع عن هذه المقدسات التي تشكل مقدسات إسلامية وتشكل مقدسات مسيحية لماذا هذا التلكؤ والتباطئ من قبل هذا المجتمع الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي وبالتالي شعبنا يفتخر بأنه يدافع عن قضية عادلة يتمسك بحقوقه رغم كل التضحيات التي يدفعها